نبقيها تشويق طيب أنا الآن أجل أتكلم لكم عن موضوعي الصورة ممكن تطلعونها يا كنترول الصورتين هما هذا المكعب اللي انتم شايفينه الصور اللي عقبها رح تقولون ويش دخل بالتقنية الآن شي لصور هذا هو اليوم جاي أفتح قدامكم الله يسلمكم هذا المكعب عبارة عن مكعب تشبكه بجوارك و جماعة اللي يحبون مكعب روبك عاد أي وقت أي حلة تحلها يحسبها لك بكل سهولة وترح لك بمباشرة باتجاه جوارك فخنشيك على شيء اللي جوه الصندوق نام انبوكسين عندنا هنا المكعب نفسه لكن خلنستنى خلنشوف الأشياء الثانية اللي موجودة في الصندوق كمان عندنا هنا علبة منفوخة بزيادة طيب هالمكعب مو بس حسب ما قرأت عنه مو بس فقط يمديك انك تشبك على جوالك وتحسب يمديك أيضا تتحارب مع ناس تانين حسب علمي انه في ناس كثار جدا عندهم هالمكعب بسبب انه يعني يستاهل سعره اللي اعلمكم اياه بنهاية الحلقة هنا عاد اشياء عشان اللي يحتاجون اعدادات مخصصة للمكعب حقهم الزمبروكات يمديك تبدلها هنا وهنا الدليل اللي ما غيروه من 2008 مكعبات خلوة بس الدليل يرحم لوالديكم يا قان غيروه لا يحتاج دليل جديد صراحة انا اللي بالمكعبات ودليلهم كافي يا ستر طيب شو رأيكم سويت باقي ابن فيصل وعبدالله مين اسرع واحد يكبره يلا فعاليات مكتوب هنا سبرينج سيت امتي باك حلو الفكر الحين ما راح اموت له وجاني مشكلة في التنفس ممتاز الله يجزاكم خير يا قان وعندنا اهم حاجة بطاقة يمديني وحيني اشتري مكعبات قان اسرع منذي قبل وكيسة الكيسة هذي يمديك تحط فيها المكعب وتروح في ارض الله تمشي وريني الكيسة عبدالله هذيه طيب خلنحط كل حاجة على جنب الحين نبغى المكعب خلنا نزل الاغراض على السريع طبعا ايضا ان المكعب لا ينشحن تشتري له بطاريات هالبطاريات CR1639 تقعد معاك مئة وثمانين ساعة من الاستخدام المتواصل واش تبغى اللي يجيب ايضا بعلبة بلاستيكية لديك تحط في جايبك مباشرة معادي يحتاج المشوار كيس عبدالله تلعب كم ساعة في اليوم؟ سؤال جيد عشان تيغله تعمل لفة يمين لفة يصار الان شبكت بجوالي تقدر تسرين جوالك هذا هو اذا حصلت مشكلة وكان الخبصة الموجودة في الجهاز مختلفة نجدك تروح لماسينك نحل عندنا مثلا في التريننج ابغى مثلا اجرب اني ألعب خل نقول خل عندنا هنا نسوي حله عشان تبدأ تحل بس كل اللي يحتاج تسويه يمين لفة يصار الان يعطيك الخبصة اللي تسويها على المكعب فخل نطبقها النظام اللي يستعملون في التخبيصات هو نفسه النظام اللي تستعمله للمنظمة العالمية للمسابقات المكعبات ايوه في منظمة عالمية مختصة بهالشي فالان خلصت الخبصة يعطييني خمسة عشر ثانية زي المسابقات العالمية عشان أشيك المكعب وخطط الحل والان ابدأ حل تفضل يمين كان يسمعك معلومة انو اذا ضلت تخربط فوق عشرين مرة يعني ما في فايدة كأنك بس تعد حوالي نفسك هالشي صحيح عشان كده المنظمة العالمية تستعمل فقط عشرين حركة في الخبصات ايضا نفس الشي هالتطبيق واذا مو عاجبك عدد الخبصات يعني يبديك تغيرها عشان يكون فقط للتدريب تكون الخبصة خفيف عليك فقربنا بحل المكعب لا بتتمرن على خوار زمية واحدة انتهينا ثلاثين ثانية كسرت رقمي قياسي عليه هذه المكعب اللعب عشان لدي تسجيل المتابعين و وجود خير شفت كيف يعني ت strictly بل ثلاثين واحد يتقول لي لما شتري الي مكعب عادي اول ركز ه المكعب يعني لو تشتري Kathy 10 ريال اللي بقالتكم والله ما رح يكون بها السرعة هذا هو الحاجة ثاني حاجة في جوات التطبيق أداة للتعلم يعطيك الخوارزميات يسمونها خوارزميات معنا ما شوفها الاسم المناسب الخوارزميات اللي انت استعملها السلسة الحركات اللي تحتاجها عشان تحلل المكعب أخيرا عرفنا ايش ما حدثوا الورق عقتهم حطولك مكتبة كاملة أيضا على فكرة هذا موم المكعب الوحيد لهم في لهم مكعبات أغلى وتنشحن أيضا على طالي المكعبات اللي تنشحن مسوين زي الإيربادز هما عندها شاحن ايه مسوين شاحن متنقل للمكعب يا حبيبي علبة بيضات تحط المكعب دواته وتسكره ويقدر يشحنوه ثلاث مرات إذا شحنت الكيس كاملة يعني واشتبغة زيادة؟ ليش ما يحط البطارية اللي جوه الشاحن متنقل جوه المكعب لأن الشاحن متنقل كبير جدا وخلل نفك المكعب عشان نوريكم قديش الحجم المتوفر داخل المكعب أيضا موب هذا هو المكعب الوحيد في مكعبات مثل مونستر اي اي مونستر لهذا خاص بالمبتدئين جدا اللي أنت مرت أول مرة تعرفش المكعبات يمديك تشتريش سعره موب جدا سيئ هذا المكعب مثلا سعر مئتين وخبسين ريال مقارنت بل يسويه أظن أن يستاهل لكن بشكل عام أكثر الناس يسمون قان أبل حقة المكعبات فزي ما أنتم شايفين الدائرة ما موم شرط بقيين لكنه هذا حجمها الكرة اللي جواتها كل الاشياء والتقنية اللي محتاجها عشان تحسب لك اللفات حجمها مثل كرة المتاع بيك حرفتوا صغيرة ماذا هجمها صغيرة جدا ولا كان راح يكون المكعب يعلق عليك كل ما تحاول تلف و أيضا موم شرط انه تشتري فقط من غان ولكن المعروف أنه قان هي الأفضل مويل للناس اللي ما تحس الموضوع يستحق السعر عاد ولكن أيضا مويل المشكلة أنهم ما يحدثون تطبيقهم قان أحسن شي فيه أنه تطبيقهم محدث بشكل مستمر دائما على ما أذكرك إن كان فيه تطبيق لكل مكعبات الذكية قان رفع عليهم قضية الجد؟ ليه طيب خربون حياة الشعب لا يريد أن الناس يحملون تطبيقهم أيضا إذا حلتها حلات كثيرة يعطيك كردت داخل التطبيق يبديك تستبدله عشان مكعب حقيقي ثاني يعني هذا يسبب أدمان هذا المكعب طيب إن شاء الله الموضوع كان عجبكم كان موضوع خفيف لطيف لجماعة اللي حبوا المكعبات والجماعة اللي كانوا يتعلمون يبدون يتعلمون فيها أظن المكعب يستهل لهم الآن الثلاثة الموضوع الباقية بإذن الله رح تكون كلها بعد الفاصل فاصل قصير ونرجع لكم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر